أهلا بكم الجديد. كشفت مصادر أمنية أن قوات إسرائيلية أزالت ألغاما أرضية عند الحدود بين هضبة الجولان وشريط منزوع السلاح على الحدود مع سوريا. في إشارة إلى أن إسرائيل ربما توسع عملياتها البرية ضد حزب الله. ذكرت المصادر أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ربما تسعى للمرة الأولى إلى إصابة أهداف لحزب الله من مسافة أبعد نحو الشرق عند الحدود اللبنانية. فما دلالات تحرك الإسرائيلي لإزالة الألغام على هضبة الجولان؟ هل تعتبر العملية مؤشرا على عزم إسرائيل فتح جبهة جديدة مع حزب الله عند الحدود السورية؟ وما التداعيات الممكنة لهذه الخطوة؟ تحدثت مصادر عدة عن تحركات عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان السوري. فيما يبدو أنه تحرك باتجاه توسيع العملية البرية ضد حزب الله وتعزيز الدفاعات في المنطقة. حسب تقارير عدة فإن الجيش الإسرائيلي بدأ في إزالة الألغام بالمنطقة العازلة من زوعة السلاح في الجولان. بالإضافة إلى تقدم لواء من الجيش الإسرائيلي بدعوما بالدبابات والآليات الثقيلة لمسافة 300 متر داخل الأراضي السورية. حسب مصادر محلية فإن دبابات إسرائيلية دخلت في بعض الأحيان لفترة موجيزة الأراضي السورية شرقية المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة. لتقديم الدعم الأمني للجرافات التي تعمل على إنشاء ما يبدو أنه سياج أمني جديد في المنطقة من زوعة السلاح. كما شملت النشاطات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أعمال تعبيد طريق جديدة. وحفر خنادق وتحصينات ونقاط مراقبة جديدة بالقرب من الحدود. ووفقا للمعلومات التي قررتها الرقابة العسكرية الإسرائيلية. فإن الوحدات المختصة الإسرائيلية بدأت أيضا بفتح ممرات على طول الحدود في المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرات قوات حفظ السلام. التابعة للأمم المتحدة في جنوب سوريا. أوندوف الموجودة في المنطقة منذ خمسة عقود. يهدف النشاط حسب خبراء عسكريين إلى تسهيل أي نشاط بري إسرائيلي محتمل في المستقبل في الأراضي السورية على طول الحدود. ولكن أيضا لمواجهة خطط الجماعات المسلحة الموالية لإيران المتمركزة في سوريا للقيام بغزو بري على غرار السابع من أكتوبر في الجهة التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان. وللنقاش معنا من ميرلند ديفيد ديروش. الخبير في الشؤون العسكرية والأستاذ في جامعة الدفاع الوطني. مرحبا بك سيد ديروش. هل ستغزو إسرائيل وسوريا؟ شكرا. لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هناك هدفين. أولا التموضع بطريقة لمهاجمة حزب الله من أراضي مرتفعة. حتى الآن إسرائيل تهاجم من أراضي منخفضة إلى أراضي مرتفعة. هنا تريد الالتفاف حول مواقع حزب الله من أراضي مرتفعة إلى أراضي منخفضة. ثانيا توجيه تهديد ضمني إلى سوريا. نعرف من التقارير أن إيران تحاول جعل سوريا أكثر نشاطا مما يضطر إسرائيل إلى توزيع أصولها العسكرية لمواجهة تهديد سوريا محتمل. إسرائيل تذكر سوريا أن المسافة بين الجولان ودمشق ليست بعيدة. وربما هذا يؤدي إلى الإطلاحة بنظام بشار الأسد. مع حدود حركة الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. ما الاختلاف من وجهة نظرك دفاعيا وانطلاقا من المبررات التي انطرق منها الجيش الإسرائيلي. في حالتين لبنانا والسوريا. كلاهما هناك جماعات تقاتل إسرائيل وتقاتلها إسرائيل. تنتمي أو ترتبط بإيران في الجهتين. فما الذي يمنع إسرائيل أن تفعل في سوريا ما تفعله الآن أو عملياتها العسكرية الآن في لبنان؟ هذا سؤال جيد. علينا أن ننظر على طبيعة النظام السوري. وبصراحة هو لم يعارض إسرائيل بالقوة. لقد استضاف وكلاء إيران مثل حزب الله. والكثير من هذا فقط للبقاء بعد الانتفاضة السورية. الانتفاضة كانت على وشك النجاح إلى أن تدخل حزب الله بضباط إيرانيين. وتدخل في 2014. حتى ذلك الوقت كان بشار الأسد ينهزم. ونظام الأسد أصبح ضعيفا وهو يركز على إنتاج وتوزيع الكابتغون. إذن كان هناك طريقة عمل من خلالها. كانت هناك هجمات من إسرائيل على سوريا وسوريا لم ترد. وإسرائيل لم تدعو إلى الإطاحة بالأسد أو تقف إلى جانب الانتفاضة. بشكل عام في سوريا كان هناك هجوم من إسرائيل على الحرس الثوري وحزب الله. أعتقد إيران تريد أن ترى نشاطا سوريا أكثر لدعم حزب الله. وسوريا أو إسرائيل تحاول أن تبعد الأسد عن النزاع. هل تعتقد أن إسرائيل قادرة على ضبط إيقاع عملياتها بحيث لا تؤدي إلى انفجار الأوضاع عموما؟ هذا هو فن القيادة. جزء من المشكلة يتمثل في أن طرف يرى هذا كإجراء ردعي. الطرف الآخر يراه على أنه لا فعل. إسرائيل أثبتت أنها فعالة في إرسال رسائل إلى دمشق بطريقة تضمن اهتمام دمشق بمصالحها. مثلا عندما قتل الإسرائيليون ثلاثة من ضباط الحرس الثوري في ملحق السفارة الإيرانية في دمشق. لم يكن هناك أي رد عسكري من نظام بشار الأسد. وكما أشرت طريقة العمليات تجعل نظام الأسد يدرك أنه إذا واجه إسرائيل فهناك قوة إسرائيلية وهناك حدود. إلى أي درجة تعتقد أن الولايات المتحدة حاضرة بالضغط حتى لا تتجاوز إسرائيل حدود عمليات عسكرية يمكن أن تؤدي إلى مواجهة بين نظام بشار الأسد من جهة. أو إلى انخراط المجموعات والميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا وفي لبنان وحتى في العراق لاحقا. لأنه المبدأ نفسه حتى ربما ينطبق وينسحب على العراق موجهة نظر إسرائيلية لا تؤدي إلى دخول كل هؤلاء في مواجهة أكبر. الأمر الذي تخشاه واشنطن. سؤال جيد. الوكلاء الإيرانيون في العراق أكثر تشددا من أولئك الموجودين في سوريا. والنظام السوري اختار أن يتراجع إلى الوراء وأن يجعل الآخرين ينخرطون في القتال. إسرائيل لا تتطلع لتوسيع الحرب. والولايات المتحدة بالطبع لا تريد توسع الحرب. وموقف الرئيس بايدن ضعيف جدا. هناك حديث في الإعلام الأمريكي. هل بايدن يسيطر على الحكومة فعلا؟ هناك نفوذ قليل. وعلينا أن نعود إلى أيام الرئيس نيكسون بعد الووتر جيت ووضعه. إسرائيل لديها يد طليقة في تأمين مصالحها كما تراه مناسبا. وإحدى هذه المصالح عدم نشر النزاع إلى سوريا. إسرائيل تريد أن تقول للنظام السوري أن يتراجع إلى الوراء. وربما تم إرسال هذه الرسالة عبر عواصم صديقة. في أي مرحلة يجب على الولايات المتحدة أن تقول كفا بالنسبة لإسرائيل؟ أعتقد أننا وصلنا. والإسرائيليون يمكن أن يقولوا أن هذا تعديل تكتيكي. أنا رأيت منطقة المنزوعة من السلاح في هضبة الجولان من الجانب الإسرائيلي. عليك أو أنت تقوم ببناء التحصينات. ربما هذه موجودة في الأراضي الإسرائيلية. وبالتالي تستطيع أن تفعل كل ما تريد. الولايات المتحدة والدول الأخرى ليس لها ما تقوله. نعود إلى النفوذ المتقلص للرئيس بايدن. أعتقد أن إسرائيل لا تعير هذا الكثير من الانتباه. وتقول نحن لم نعبر سوريا أو إلى المنطقة منزوعة السلاح. بالنسبة للحرب مع حزب الله. سنحاربه بأكثر الطرق فعالية. وهذا يشمل من كل الاتجاهات الممكنة. ومن أعلى إلى أسفل. بدلا من أسفل إلى أعلى. هل تعتقد أن حكومة نتنياهو بتيارها الدافع من خلفها الآن. قادرة على أن تتفهم أو على أن تستجيب. لأي ضغط أمريكي يضع حدودا معينة؟ لا أعتقد ذلك. ليس حاليا. حكومة نتنياهو لديها ما تحتاجه للقيام بحرب ضد حزب الله. بدون أي قدرات أمريكية إضافية. كانوا يعدوا المخازن لسنوات. ولديهم صناعة دفاعية نشطة. هناك سوء فهم أن هناك مفتاح في واشنطن أو زر تضغط عليه. حقيقة الأمر الأسلحة التي تستخدم وقدرات إسرائيل التي حشدتها على مدار عقود. لو هناك حرب ومحاولة للضغط من جانب الولايات المتحدة فالأمر يتطلب أشهر إن لم يكن سنوات كي يكون الضغط فعالا وناجحا. الرئيس بايدن رئيس أمامه عدة أشهر قبل الخروج. وإسرائيل لديها فرصة الآن لإلحاق هزيمة شاملة بحزب الله. وسوف تنتهز الفرصة. أشكرك جزيلا. الشكر ديفيد ديروشا الخبير في شؤون العسكرية والأستاذ في جامعة الدفاع الوطني.